بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الثالث المتوسط معكم الأستاذ صالح بن أحمد القرني ويرافقني من لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعوي اليوم بإذن الله راح نستكمل درسنا السابق اللي تكلمنا عن القانونان الأول والثاني لنيوتن في الحركة تحديداً اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن قانون نيوتن الأول وأيضاً راح نتكلم عن الاحتكاك كالعادة نبدأ بحل الواجب المنزلي السؤال بين إذا كانت القوة المؤثرة متزنة أو غير متزنة لكل من الأفعال الآتية طيب خلونا نسترجع ماذا يعني كلمة قوة متزنة وماذا يعني قوة أو معنى كلمة قوة غير متزنة عرفنا لما تكون القوة المحصلة تساوي صفر أي بمعنى أن القوة ها يا أبطال أحسنتم أي بمعنى أن القوة تلغي أثر القوة الأخرى هنا نقدر نقول أنها قوة متزنة طيب متى نقول أنها غير متزنة لما تكون القوة المحصلة لا تساوي صفر أي بمعنى أن القوة ما يلغو بعض طيب خلونا نشوف ألف تدفع صندوقا حتى يتحرك بمجرد أنه تحرك وإنت دافعه أو أنت دفعته هذه قوة مؤثرة خارجية وتحرك معناته غير متزنة طيب باء طبعا هذه الأجوبة غير متزنة لأن صندوق يبدأ في الحركة تدفع صندوقا لكنه لم يتحرك لم يتحرك معناته في قوة أخرى ألغت أثر هذه القوة فنقول عنها أنها متزنة لأن الصندوق لا يتحرك جيم تتوقف عن دفع صندوق فتتباطع حركته بمجرد أنه تباطع معناته في حركة أنت تتكلم عن توقف لأنه في قوة أخرى فنقول أنها غير متزنة لأن الصندوق تباطع يعني ما زال مستمر في هذه الحركة أعطاني بعدين سؤال قال يدفع ثلاثة طلبة صندوقا ما الشروط الواجب توفرها لكي تتغير حركة الصندوق بمجرد أنه قال لي عندي ثلاث طلبة يدفعون صندوق ما حدد لي هل في نفس الاتجاه أو عكس الاتجاه هو سألني سؤال قال لي ما الشروط الواجب توفرها لكي تتغير حركة الصندوق بمعنى آخر يبغي تكون القوة غير متزنة أي بمعنى أن القوة المحصلة لا تساوي صفرا طيب كما عرفنا في الدرس الماضي بالنسبة لقوانين نيوتن الحركة في التهيئة تكلمنا أنه عندنا قانون أول لنيوتن في الحركة وأيضا عندنا قانون ثاني لنيوتن في الحركة أيضا عندنا قانون ثالث لنيوتن في الحركة ماذا نعرف؟ تعلمنا في الدرس الماضي القوة وعرفنا أن القوة هي مؤثر خارجي يؤثر على الأجسام المتحركة ويسبب تغير في حالتها الحركية أو في شكلها أيضا تعرفنا على القوة المحصلة وعرفنا أن القوة المحصلة هي مجموع القوة المؤثرة في جسم ما وعرفنا أن القوة المحصلة إما تكون متزنة أو تكون غير متزنة متى تكون متزنة؟ لما تكون في قوة أو أكثر تلغي كل منهما الأخرى ولا تتغير حالتها الحركية أي بمعنى أن القوة المحصلة تساوي صفرا لكن لما نجي نتكلم عن الغير متزنة قوتان أو أكثر لا تلغي كل منهما الأخرى وتتسبب أو تسبب تسارع بالنسبة للجسم أي بمعنى أن قاف ميم طبعا التسارع مثل ما عرفنا إما يكون بالموجب أو بالسالب يعني هل هيكون في زيادة سرعة أو تباطع مثل ما عرفنا أن القاف ميم هي قوة المحصلة لا تساوي الصفر أهداف درسنا لهذا اليوم تكلمنا في الحصة الماضية عن تمييز ما بين القوة المتزنة والقوة المحصلة اليوم بإذن الله رح يكون هذا هدفنا رح نذكر نص قانون نيوتن الأول أيضا رح نفسر كفية تأثير الاحتكاك في الحركة بالنسبة لشرح نص قانون نيوتن الثاني إن شاء الله في الدروس القادمة أيضا رح نفسر أهمية اتجاه القوة أهمية هذا الدرس أن القوة تغير من الحالة الحركية للأدسام نراجع مع بعض المفردات السرعة المتجهة وتكلمنا أنها مقدار واتجاه سرعة حركة جسم مقدار السرعة واتجاه الحركة الكيلوجرام عرفنا أنها وحدة الكتلة في النظام الدولي للوحدات ويرمز لها بالرمز كاف جيم ميم التسارع عرفنا أنه التغير في السرعة المتجهة مقسوما على زمن هذا التغير المفردات الجديدة سبق في الدرس الماضي تعرفنا عن القوة وتعرفنا عن القوة المحصلة والقوة المتزنة والقوة الغير متزنة إن شاء الله اليوم رح نتكلم عن القانون الأول لنيوتن في الحركة وأيضا قوة الاحتكاك بقية المفردات اللي هي القانون الثاني نيوتن والوزن ومركز الكتلة بإذن الله في الدروس المقبلة نجي الآن نتكلم ونأخذ أمثلة في درسنا لهذا اليوم لو على سبيل المثال أنا عندي كتاب هذا الكتاب قمت وضعته على طاولة ودفعته ماذا حيحدث؟ حيتحرك الكتاب سوف يتحرك هذا الكتاب لفترة من الوقت ومن ثم سوف يتوقف أو نأخذ مثال ثاني عندي كرة موضوع على أرض وقمت وضربتها بقدمك ماذا سوف يحدث؟ أحسنتم سوف تتحرك الكرة لكن لمسافة وبعد وقت ماذا حيحدث؟ سوف تتوقف أو كرة الجولف معي أنا عصى جولف كرة وضربت الكرة سوف تبتعد قليلا وفي النهاية سوف تتوقف عرفنا في الأمثلة اللي احنا ذكرناها أن الحركة أو حركة الكرة هذه أو حركة الكتاب توقفت ممكن يجيب بالك أنه اللي سبب التوقف هذا أنه أنا لازم أبذل قوة مؤثرة وباستمرار عشان تستمر الحركة وهذا الاسنتاج غير صحيح جاليليو عالم درس هذا الموضوع وهو من أوائل العلماء اللي قال أنه مو بشرط وله لازم وله ضروري أنك تستمر بحركة مستمرة أو بمؤثر مستمر عشان يتحرك الجسم طبعا أفكار جاليليو هذا استفاد منها نيوتن في تفسير طبعا استفاد وفهم وفسر نيوتن قوانين الثلاثة اللي احنا عرفناها بالنسبة لحركة الأجسام بالنسبة للقانون الأول والقانون الثاني والقانون الثالث القانون الأول أنه رح يصف حركة الجسم لكن متى لما تكون القوة المحصلة تساوي صفر إيش معنى قوة محصلة تساوي صفر بمعنى أنها قوة متزنة فهنا نقول نص قانون نيوتن الأول إيش يقول يبقى الجسم على حالته إن كان ساكن رح يضل على وضعية السكون وإن كان متحرك رح يستمر في الحركة في شرط ما لم تؤثر عليه قوة خارجية طيب يعني الآن نص قانون نيوتن إيش يقول تبقى الجسم أو يبقى الجسم على حالته إن كانت ساكنة أو متحركة بشرط ما لم تؤثر عليه قوة خارجية طيب مثل ما تكلمنا لو أنك دفعت كتاب على سطح طاولة أو على أرض الغرفة رح ينزلق ثم لا يلبث أن يتوقف أيضا لو ضربت كرة أو كرة جولف فإنها سوف تتصدم بالأرض وتتحرج ثم لا تلبث أن تتوقف أيضا تكلمنا أنه تتوقف يبدو من هذه الأمثلة أو من هذا المثالين أن أي جسم تحركه في النهاية رح يتوقف بعد فترة طيب ممكن أنت تستنتج من ذلك أنه يلزم أن نؤثر بقوة بصورة مستمرة في أي جسم نريد أن يستمر في حركته طبعا مثل ما عرفنا أن هذا الاستنتاج في الواقع غير صحيح مبلازم أني أستمر بقوة بصورة مستمرة عشان الجسم يستمر في حركته وهذا مثل ما قلنا تكلم عنه العالم جاليليوم العالم جاليليوم والعالم الإيطالي جاليليوم واش قال هو طبعا من أوائل العلماء الذين أدركوا أنه ليس من الضروري أن تؤثر قوة باستمرار في جسم حتى يستمر في حركته طبعا الأفكار اللي كانت عن جاليليوم استفاد منها علمنا نيوتن مثل ما قلنا أعطت أفكار جاليليوم العالم الإنجليزي نيوتن فهما أفضل لطبيعة الحركة فقد فسر نيوتن حركة الأدسام مثل ما عرفنا في ثلاثة قوانين سميت طبعا باسمه مثل ما تكلمنا أنه يصف القانون الأول لنيوتن حركة جسم عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة فيه ها صفرا ما معنى أن القوة المحصلة المؤثرة فيه صفرا يعني أن القوة متزنة وينص قانون نيوتن الأول اللي في الحركة على أن الجسم يبقى على حالته من سكون أو حركة وش الشرط هذا هو الشرط ما لم تؤثر عليه قوة خارجية يعني الآن عرفنا القانون الأول لنيوتن عرفنا الأفكار اللي ساعدت العالم نيوتن نص قانون نيوتن الأول وش قال قانون نيوتن الأول أن الجسم يبقى على حالته إن كانت سكون أو حركة بشرط ما لم تؤثر عليه قوة خارجية يعني يبقى الجسم الساكن ساكن ويبقى الجسم المتحرك متحرك ما لم تؤثر عليه قوة خارجية القوة الخارجية هذه إيش ممكن تكون رح نعرفها إن شاء الله من ضمنها قوة الاحتكاك اللي بنتكلم إن شاء الله اليوم عنها طيب القانون الأول لنيوتن عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة في جسم تساوي صفرا أي بمعنى أنها قوة متزنة فأن الجسم يبقى على حالته من سكون أو حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية ومثل ما عرفنا في الدرس الماضي أن القوة كمية متجهة لأنها تهمها المقدار ومثل ما عرفة ومثل ما عرفة ومثل ما عرفة ومثل ما عرفة لما تكلمنا عن جمع القوة وحدة قياسها نسبة إلى العالم نيوتن أيضا جاليليو أدرك أنه أي جسم متحرك رح يظل بحركته ما لم تؤثر عليه قوة خارجية يعني أول مرة لما تكلمنا أنه قال مبلازم أبدل قوة مستمرة عشان يستمر في الحركة باستمرار الآن أيضا قال حتى الجسم المتحرك قال مبلازم طبعا ما رح يغير من حركته إلا إذا أثرت عليه قوة خارجية قوة مؤثرة على سبيل المثال الاحتكاك اللي بنتكلم مثل ما قلت عنها إن شاء الله في هذا اليوم أدرك جاليليو أن حركة جسم لا تتغير حتى تؤثر في قوة غير متزنة هذا إدراك من أين العالم جاليليو فاستفاد العالم نيوتن من إسهامات وأفكار جاليليو قال ما رح طبعا أنه حركة الجسم ما رح تتغير طب ما تتتغير تتغير إذا أثرت فيه قوة غير متزنة لما تكلمنا عن قانون نيوتن أول تكلمنا القوة المحصلة تصوي صفر فقلنا هناك إنها قوة متزنة هنا قال إنه الحركة الجسم ما رح تتغير حتى تجيها قوة غير متزنة طبعا إحنا يا شباب ويا بنات ويا طالب ويا طالبة نشاهد بشكل يومي أجسام متحركة رح تتوقف طيب سؤال ما القوة التي أدت إلى إيقافها إن القوة المسؤولة عن ذلك والتي تجعل جميع الأجسام تقريبا تتوقف عن الحركة هي قوة الاحتكاك فما هي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك هي قوة ممانئة تنشأ ما بين الأجسام المتلامسة طبعا رح تتأثر بعضها ببعض نعم مرة ثانية لما أسأل وأقول ما هي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك هي قوة ممانئة تنشأ ما بين أي جسمين متلامسين ودائما هذه القوة الاحتكاك تقلل من السرعة أي نوع من السرعة السرعة المتجهة مثل ما عرفنا أن القوة كمية متجهة قوة الاحتكاك هي قوة ممانئة تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة وتقاوم حركة بعضها البعض وبسبب حركة قوة الاحتكاك ما نرى جسم يتحرك بسرعة متجهة ثابتة مثل ما عرفنا أن قوة الاحتكاك هذه لأنها موجودة ما في جسم يتحرك بسرعة متجهة منتظمة أو بسرعة متجهة ثابتة طيب متى رح يكون في عندي أنا حركة متجهة ثابتة لما يكون عندي أنا أيضا قوة محصلة خارجية تؤثر فيه باستمرار كما تؤثر قوة الاحتكاك أيضا مثل ما عرفنا طبعا في الأجسام التي تنزلق أو تتحرك خلال مواد كيف المواد ممكن يكون عندي هواء أو ما مثل ما بنتعرف إن شاء الله في نهاية الدرس عن مقاومة الهواء وهي نوع من أنواع الاحتكاك الشكل ثلاثة مثل ما هو مبين عندي عندما يتحرك جسمان أحدهما مماسل الآخر أو في تلامس فإن قوة الاحتكاك تمنع حركتهما أو تبط منهما مثل ما شفنا هنا هذه قوة الاحتكاك رح تبطي قوة الاحتكاك اللاعب المنزلق على الأرض أو الشخص الآخر اللي قاعد يتسلك قاعد يستفيد من قوة الاحتكاك من دون قوة الاحتكاك لو موجودة رأيك ستنزل القدم ولكن بسبب وجود قوة الاحتكاك ما زال متمسق ومتسلق في الصخور ولا يستطيع التسلق لو كان ما في احتكاك طبعا لكن هو الآن الحمد لله أنه في موضوع الاحتكاك بالنسبة للتسلق طيب لما نجي نتكلم في عدة أشكال للاحتكاك نعم ورح نتعرف عليها إن شاء الله في الدرس القادم في أكثر من نوع في عندي احتكاك سكوني في إن شاء الله بإذن الله رح نتعرف على احتكاك تدحرجي احتكاك أيضا انزلاقي في أنواع للاحتكاك رغم وجود عدة أنواع لكن في قاسم مشترك فيهم في وش القاسم المشترك القاسم المشترك أنها تشترك جميعا في أنها تعمل على مقاومة انزلاق جسم يتحرك على سطح جسم آخر بمعنى آخر جسمين هي المقاومة تقاوم حركة جسم يتحرك على جسم آخر فهي تقلل السرعة طيب تعاكس الاتجاه هذه كلها قوة الاحتكاك طيب مثل ما قلنا لو تحرك يدك فوق سطح الطاولة ستحس بقوة الاحتكاك أيضا لو غيرت انت اتجاه حركة يدك ستلاحظ أيضا أنه صار تغير في اتجاه قوة الاحتكاك إن قوة الاحتكاك مثل ما عرفنا تعمل دائما على إنقاص سرعة الأجسام المتحركة دائما ما تقلل من السرعة بالنسبة للأجسام المتحركة طيب سؤال إن فهم الحركة استغرق وقت طويل استغرق قانون نيوتون الأول والعلماء في بحثهم عن الحركة أخذ وقت طويل لماذا؟ ما هو السبب؟ أولا الناس في ذاك الوقت ما كانوا يعرفون يعرفون ماذا؟ سلوك الاحتكاك أيضا ما كانوا يعتقدون أن هذا الاحتكاك يصنف من القوة فمثل ما قلنا عدة أسباب منها عدم إدراك الناس لسلوك الاحتكاك أيضا أن الاحتكاك قوة كان فيه اعتقاد الاعتقاد هذا أن الحالة الطبيعية للأجسام هي حالة سكون كانوا يعتقدون أن الحالة الطبيعية لحركة الأجسام هي السكون لكن أتكلم بعد شوي أنه جالليو قال وأدرك أنه لا أيضا الحالة المتحركة هي حالة طبيعية لحركة الأجسام طيب ما الذي حدث؟ طيب ليش ما قاد يصنف؟ لأنه في قوة أخرى هي قوة الاحتكاك طيب مثل ما قلنا لأن الأجسام المتحركة راح تتوقف في النهاية عشان كذا كانوا يعتقدون أن السكون هو الحالة الطبيعية أو هي الحالة الطبيعية لأنه كانوا يشاهدونها تتوقف في النهاية وأنه عشان تستمر الحركة ليرزم التأثير فيه بقوة سحب أو دفع مثل ما عرفنا أنه قوة سحب أو دفع بشكل مستمر أيضا كانوا عنده توقف هذه القوة عن التأثير فإن الجسم يتوقف بناء على هذا الكلام هم اعتقدوا أن الحالة الطبيعية للجسم حالة السكون هم كانوا يعتقدون لهذه الأسباب لأنه كانوا يشوفون الحركة أو الجسم لما تشيل المؤثر الخارجي هذا يتوقف بفعل إيش قوة الاحتكاك وأثبت هذا الكلام العالم جاليليو طيب العالم جاليليو مثل ما تكلمنا كان من أول العلماء الذين أدركوا أنه ليس من الضروري أن تؤثر قوة باستمرار في جسم حتى يستمر في حركته أيضا أدرك مثل ما تكلمنا عن الجاليليو أن الحركة المستمرة أيضا هي حالة طبيعية يعني الحركة المستمرة حالة طبيعية مثلها مثل حالة السكون طيب ليش نشوف الجسم يتوقف بعد ما تشيل هذا المؤثر الخارجي قال إنها حالة طبيعية مثلها مثل السكون أن الاحتكاك هو المسؤول عن نقصان سرعة جسم متحرك وهو مسبب أو هو السبب في توقفه في النهاية يعني الآن جاليليو أثبت أنه الجسم أنه الحارة الحركية هي حالة طبيعية أيضا للجسم المتحرك طيب ليش طيب الجسم يتوقف قال لأنه فيه مؤثر خارجي اللي هو الاحتكاك طيب عشان نحافظ على استمرار حركة جسم لابد من التأثير بقوة ليش عشان نتغلب على تأثيرات مين قوة الاحتكاك لازم يكون عندي قوة خارجية تؤثر على قوة الاحتكاك طيب عشان تتغلب على تأثير قوة الاحتكاك وإذا أمكن إزالة قوة الاحتكاك لو أفترض أن أقدر أزيل قوة الاحتكاك فإن الجسم المتحرك يبقى متحركا بسرعة ثابتة قال لو ما كان فيه قوة احتكاك من الطبيعي أن الجسم المتحرك راح يبقى متحرك وبسرعة ثابتة بس لا وفي خط مستقيم قال لو ما كان فيه قوة احتكاك لو قدرنا نسوي إزالة لقوة الاحتكاك راح يبقى الجسم متحرك وبسرعة ثابتة وأيضا في خط مستقيم فيوضح الشكل أربع الذي نتكلم عنه أن الحركة لو في حال عدم وجود الاحتكاك مثل ما ينزل قرص الهوكي على طبقة من الهواء في لعبة الهوكي مثل ما أنتم شايفين الأشخاص اللي يلعبون لذلك يكون الاحتكاك معدوما أو شب معدوما ويتحرك قرص الهوكي بسرعة ثابتة وبخط مستقيم بعد ضربه طيب لما نجي نتكلم أيضا يقول استنتج كيف تكون حركة قرص الهوكي في غياب طبقة الهواء بمعنى آخر لو كان فيه احتكاك راح يتوقف مثل ما عرفنا في درسنا لهذا اليوم وضح السبب في تغير الحالة الحركية لهذه الأجسام التالية طبعا واضحة اللي هي قوة الاحتكاك فلما نجي نتكلم وشي قوة الاحتكاك هي قوة ممانعة تنشى بين سطوح الأجسام المتلامسة وتعاكس حركة الأجسام وتقلل السرعة أيضا أنواع قوة الاحتكاك راح نتعرف عليها بإذن الله في الدرس القادم لكن خلونا نأخذ نبذة عنها السكوني والانزلاقي والتدحرجي عندي اللي راح نتكلم عنه النوع الأول السكوني والنوع الثاني الانزلاقي والنوع الثالث التدحرجي ورح نتحدث عنها بإذن الله في الدرس القادم ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا أن القانون الأول نيوتن عندما تكون القوة المحصرة المؤثرة على جسم الماء تساوي الصفر فأن الجسم يبقى ساكن أو متحرك وبسرعة ثابتة على خط مستقيم مثل ما عرفنا أيضا قوة الاحتكاك تعرفنا عليها وهي طبعا هذا هدف من أهداف درسنا لهذا اليوم وهذا مفرد جديد تعرفنا عليه وأيضا هدف من أهدافنا لدرسنا لهذا اليوم قوة ممانعة تنشى بين سطوح الأجسام المتلامسة أيضا تعاكس حركة الأجسام ومثل ما عرفنا أنه أنواع قوة الاحتكاك واحد سكوني اثنين انزلاقي ثلاثة تدحرجي اختبر نفسك بشكل سريع ينص القانون الأول لنيوتن على أن الجسم يبقى ساكن ويتحرك في سرعة ثابتة ويستمر كذلك إلى أن تؤثر في قوة محصلة طيب إيش في إيش؟ منحني أو خط مستقيم؟ عرفنا أنه في خط مستقيم أيضا الفقرة الثانية قوة الممانعة التي تؤثر ضد حركة سطحين متلامسين لما يكون عندي سطحين متلامسين رح يكون بينهم ماذا؟ الاحتكاك احسنتم الواجب المنزلي لماذا جعل الاحتكاك استكشاف القانون الأول لنيوتن صعبا ناقش هذا الواجب المنزلي ودونه في دفتر الواجب إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نلتقي إن شاء الله مجددا في دروس مقبلة في أمان الله